تريد أن تثبت ذاتك في واقعك وأن تحقق نجاحك في الحياة ولكنك تجد نفسك أمام فوضى مختلطة من الأفكار والكلمات والصور داخل رأسك يترجمها ذاك المعنى الذي قد يدفع بك إلى الصعود إلى القمة أو يجعلك في الهاوية أنت هنا أمام صوتك الداخلي الذي لا يتوقف أبدا هنا نتحدث عن هذا الصوت الداخلي الذي نسمعه وحدنا ويقرأه الآخرون ترجمة فعلية من خلال لوحة واقعنا التي رسمتها ريشة هذا الصوت الداخلي أو الفوضى الداخلية من بين ملايين الكتب وبقرطاس معه قلمي نقرأ نركى نسمون على وننير حضارات الأمم وبعز المجد كتبناه ولأجيال سطرناه كنتم أمى خير الأمى وستبقى يحفظها الله يتحدث الإنسان إلى نفسه بمعدل يصل إلى أربعة آلاف كلمة في الدقيقة ولكي أبرهن لكم على هذا اسمحوا لي بأن أستحضر معكم هذا المشهد الذي يقع لنا جميعا أحيانا نرى شخصا غائبا عن الوجود وحينما نسأله فجأة في أي شيء كنت تفكر الآن سيختلط عليه الحابل بالنابل ومن ثم لن يجيبنا أبدا لماذا لا يجيب؟ لأنه أمام مجموعة من الأفكار التي شكلتها تلك الحزمة من الكلمات التي ينطقها صوتنا الداخلي والتي تصل إلى أربعة آلاف كلمة في الدقيقة كنا نتحدث في مرحلة طفولتنا أثناء اللعب بكلام متفرغ معظمه أسئلة فلسفية لفهم العالم والإدراك الواقع كان حديثنا هو ذاك الصوت الذي أصبح داخلنا بعد أن كبرنا فلم يعد يسمعه ذاك الذي من حولنا كما كنا في طفولتنا فهذا الصوت قد أصبحنا نسمعه وحدنا ربما يبدو هذا العالم هادئا بالنسبة لمن يحيط بنا ولكننا نعيش فوضى داخلية قد تكون هذه الفوضى هي السبب في تنظيم عالمنا الخارجي أو أنها قد تكون فوضى مدمرة لعالمنا الخارجي ولذلك يقول إيثان كروس الصوت الداخلي قوة عظمى نمتلكها وهي تميزنا عن الأنواع الأخرى نحن من نتحكم في هذا الصوت إذا لم نجعله محفزا لنا سيتحول إلى صوت سلبي يبقين في عالم الفشل والدمار ولذلك يعيش الإنسان الذي يريد أن يشق طريقه لغاية معينة ذاك الصراع الداخلية الذي يترجمه هذا الصوت الذي لا يسمعه الآخر أنت لن تنجح أنت لست مميزا أنت فاشلة أو قد يتحول إلى محفز لك أنت تستطيع فعل ذلك أنت قوي ومميز أنت رائعة وجميلة أنت تستطيعين أن تفعل وأنت تستطيع إلى آخره وإذا ما استمر هذا الصوت الداخلي صوتا سلبيا فإن النتيجة حتما هي الإصابة بالاكتئاب والتوتر الزائد والقلق والأمراض النفسية التي قد تتحول إلى أمراض جسدية سنعود إلى بعض الحلقات المتعلقة بهذه الجوانب والجميل في هذا الصوت الداخلي أننا نستطيع ترويضه وتحويله إلى أعظم محفز لنا ولو جلسنا نخاطب أنفسنا مندة زمنية بجملة إيجابية فإننا نتحول إلى إيجابيين تخيلي معي أيتها الأم وأيها الأب لو أصبحتما تكلمان ابنكما أو ابنتكما في كل يوم على أنه ناجح ومميز وأنه سيصبح في المستقبل أستاذا أو طبيبا أو مهندسا فسيصبح هذا الإبن كذلك في قابل الأيام وبعدها يأتي إليك من يذكرك قائلا لقد كنت تقول بأن ابنك سيصبح كذا وكذا وها هو الآن قد أصبح أنت ترى بأم عينيك فنفس هذا الأمر سيحدث لك مع هذا الصوت الداخلي فبدل أن يخاطبك بالقول لا يمكنك فعل ذلك سيقول لك أنت تستطيع فعل هذا الأمر حاول ترويض هذا الصوت الداخلي ليصبح محفزك الأول في دنيا النجاح فالصوت الداخلي يجعلك تتساءل وهذا شيء إيجابي في حد ذاته قد تريد أن تفعل شيئا فتجد نفسك أمام الصوت داخلي يؤيدك أو يمنعك ونحن في الحالتين معا هو صوت يجعلك تتساءل عن الفعل قبل الفعل واجه صوتك الداخلي وأقنعه بأنه على خطأ إذا ما كان يخاطبك سلبا فإذا لم تفعل سيذهب صوتك الداخلي إلى اللاوعي عندك ويستمر يصرخ داخلك إذن واجهه بإدراكك الواعي وإلا سيستمر عدوا لك من خلال اللاوعي عندك تغلب على صوتك الداخلي ليس بالقضاء عليه نهائيا ولكن بتحويله إلى صوت محفز لك على الاستمرار في درب النجاح وإياك أن تستمر في جلد ذاتك فهذا ما يغذي صوتك الداخلي وإذا ما رأيته يسعى إلى أن يدمرك عن طريق حواراته السلبية الفوضوية فقم بتشتيته عن طريق ممارسة ما تحبه أنت كالقراءة والرياضة والتنزه ومجالسة من تحب حتى لا تجد نفسك أمام صوتك الداخلي الذي قد يحول حياتك إلى جحيم قم بترويضه وسيحول حياتك إلى نعيم صوتي الداخلي الآن يقول لي قل لمن يشاهد هذه الحلقة ضع لنا إعجابا وترك لنا تعليقا محفزا فترجمته إلى جملة أسمعتكم إياها فشكرا لكم عن المشاهدة والإعجاب والتعليق والاشتراك في القناة في أمان الله كنتم أمّا خير الأمّا وستبقى يحفظها الله